اهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة والبداية مع العنوين جاء في هذه الاتفاقية نصر الاتفاقية بانه يكون في المستقبل هناك نظام جديد اسلامي المتحدث باسم حركة طالبان للميادين الولايات المتحدة وافقت على قيام نظام اسلامي في افغانستان والغارات الامريكية الاخيرة تشكل انتهاكا للاتفاقية طهران تؤكد جاهزيتها للمشاركة في مباحثات متعددة الاطراف بمشاركة واشنطن ورعاية الامم المتحدة لتسيير حل الازمة الافغانية جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد وسط سجالا متصاعدا بشأن مصير القوات الامريكية في العراق مليون طن من النفط العراقي الى لبنان الاسبوع المقبل مع ارتفاع وطيرة المعارك في محافظة البيضاء باليمن قيادي في المجلس الانتقالي يحذر من اقتراب الجيش واللجان من محافظة شبوى النفطية وقفة احتجاجية في لندن رفضا لتدخل الامريكي في كوبا والحصار عليها اهلا بكم اكد المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم للميادين ان واشنطن وكابل قبلتها باتفاقية تنص على نظام اسلامي جديد في افغانستان واشار الى ان هذه الاتفاقية يدها مجلس الامن الدولي ودول الجوار الافغاني اتفاقية التي تم توقيع عليها من قبل الامارة الاسلامية والليات المتحدة الامريكية وايضاها مجلس الامن ودول الجوار ودول المنطقة فاذا جاء في هذه الاتفاقية نصر اتفاقية بانه يكون في المستقبل هناك نظام جديد اسلامي وهذه الاتفاقية ايضا قبل بها ادارة كابل متعرفون ان المفاوضات الجانية هنا بالدوحة منذ البداية نحن عملنا هناك جذر الاعمال فكان هناك الاتفاق بان هذه الاتفاقية ستكون نمضي في قدما من خلال هذه الاتفاقية في المفاوضات الافغانية بناء على ذلك انه لا بد ان يكون في المستقبل هناك نظام اخر اذا امر هذا امر سابط ومؤيد من قبل المجتمع الدولي ومن قبل دول الجوار المتحدث باسم طالبان شدد على ان الغارات الامريكية تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات المبرمة مع طالبان وقال انها لا تغير شيئا وتمثل دعما لادارة كابل ماذا فعلت هذه القوات الاجنبية الموجودة في افغانستان اكثر من 150 الف جندي والدبابات بالالاف والطائرات والصواريخ والاموال ان كل ما كان يتصوره الانسان كان موجودا هنا في افغانستان ماذا فعلت اذا لم تجد هذه القوات بهذه الكثرة وبهذه الكثافة هل يمكن غاراتنا وغاراتنا هنا وهناك انه تنفع وتجدي ونحن ننصح ونصحنا قبل ذلك ايضا ونحذر وحذرنا بان مثل هذه الخرقات وهذه الانتهاكات او عدم الالتزام بالتعاهدات هذا مخالف لجميع الاصول الدولية نعم نتعرفون بان ادارة كابل في الحقيقة هي جاء بها جاء بها الاحتلال والاحتلال واقف مع الادارة كابل وهذه الغارات يتأتي تأييدا لادارة كابل محمد نعيم اكد ان لا تصعيد للعمليات من قبل طالبان وان المناطق انضمت طواعية اليها وقال ان الطالبان ترى في الحوار حلا امثلة للازمة منذ البداية نحن الان مستمرون في المفاوضات اذا هذا موقفنا ثابت ونحن حتى الان نقول بان الحل الامثل وهذا هو اولويتنا باننا نريد حل المشاكل من خلال طاول نقطة ثانية ليست هناك تسعيد في العمليات وهذا ما قلناه اكثر من مرة في مختلف وسائل الاعلام بين هذه المناطق الشاسعة والواسعة انضمت للمجاهدين طواعية من دون حرب تذكر نعم الحرب موجودة لسه وهي فرضت على شعبنا منذ عشرين سنة لحن لم نبدأها بل نحن حاولنا ان نقضي على هذه الحرب او ننهيها وقد انهينا جزءا كبيرا وهو الحرب مع الاطراف الخارجية المتحدث باسم طالبان اكد ان لدى طالبان علاقات واتصالات مع دول العالم والمنطقة ولسيما مع دول الجوار وان كل ما يروج له عكس ذلك هو في اطار الاشاعات مع انهيار معنويات حكومة كابل لان علاقات مع دول الجوار ودول المنطقة ودول العالم ونحن سافرنا سافرنا لعلكم ان تتابعون الاخبار في الفين واثنى عشر فقنا الى فرنسا واليابان وايضا هناك اصفار وزيارات اخرى فاذا لنا اتصالات وعلاقات مع دول المنطقة ومع دول العالم وبالاخص مع دول الجوار فاذا نحن لنا اتصال مع دولة باكستان ودولة تاجكستان ودولة تركمانستان وإيران وباكستان والصين فليس هناك اي مشكلة وكان لعلكم انتم سمعتم بنا قبل اصابيع كان هناك لنا سفر الى ايران وكان سفر الى تركمانستان وكان هناك سفر الى موسكو وايضا هناك ممكن تكون في المستقبل انها اسفار اخرى الى مختلف الدول فاذا ليس هناك اي مشكلة لنا مع الدول واذا كان هناك طبعا الاعلام للأسف يروج لبعض الشائعات وبعض الادعات وكانت حركة طالبان اعتبرت ان رحيل الحكومة الحالية ورموزها نتيجة حتمية في حال نجاح المفاوضات وتشكيل نظام اسلامي في البلاد في المقابل قالت الحكومة الافغانية انها مستعدة للرجوع الى الانتخابات شريطة انهاء العنف ووقف اطلاق نار شامل تقرير محمود واثق عاليا رفعت حركة طالبان سقف مطالبها السياسية تزامنا مع تقدم من عسكري ميداني تطالب بتنحي الرئيس اشرف غني عن منصبه وبتأليف حكومة جديدة موسعة كمدخل لتحقيق السلام في البلاد طوضات الجانية هنا بالدوحة منذ البداية نحن عملنا هناك جذر الاعمال فكان هناك الاتفاق بان هذه الاتفاقية ستكون نمضي في قدما من خلال هذه الاتفاقية في المفاوضات الافغانية بناء على ذلك انه لا بد ان يكون في المستقبل هناك نظام آخر اذا امر سابط ومؤيد من قبل المجتمع الدولي ومن قبل دول الجوار لان لا اختلاف في هذا الموضوع لم يتأخر رد الحكومة الافغانية على شروط طالبان الجديدة فأكدت ضرورة وقف الحرب اولا ثم الانخراط في العمل السياسي لبحث جميع القضايا بما فيها الانتقال السياسي للسلطة عبر الانتخابات خلافات حادة وجوهرية بين الطرفين ولا سيما حول قضايا الحل النهائي للازمة الافغانية على طالبان وقف اطلاق النار اولا والعودة الى طاولة المفاوضات تغيير الحكومة مهمة سهلة في هذا الاطار الشعب الافغاني يمكنه الذهاب الى صنادق الاقتراع في يوم واحد وتعيين قيادة جديدة للبلاد سجال سياسي سحبته سخونة في المواجهة العسكرية بين الطرفين اذ اشتعلت جبهات القتال مجددا بعد هدنة غير معلنة بمناسبة عيد الاضحى واستئدعاء متبادل بين الجانبين بشأن السيطرة على مناطق جديدة مع اسرار الطرفين على موقفهما من مسار التسوية السياسية للنزاع في افغانستان تتجه البلاد نحو فصل جديد من الصراع قد يوسع دائرة المواجهة في مقبل الايام محمود واسق كابل الميادين جددت الخارجية الايرانية تأكيدها ضرورة احلال السلام في افغانستان واكدت جاهزيتها للمشاركة في مباحثات متعددة الاطراف بمشاركة الولايات المتحدة وبرعاية الامم المتحدة لتسهيل حل الازمة الافغانية واشارت الى ان الحرب الداخلية في افغانستان قد تبدأ عاجلا او ااجلا ما لم يجري التوصل الى تسوية سلمية عبر التفاهمات بين اطراف النزاع وقالت انه لا يمكن لأي لاعب اقليمي او دولي المضي في آليته فقط لحل الازمة في افغانستان من دون تنصيق مع الجميع تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بخصوص حاجة بلاده لدعم التحالف بقيادة واشنطن اثرت جدلا عراقيا واسعا ودفعت بفصائل المقاومة الى تصعيد خطابها والتلويح بحرب مفتوحة على القوات الامريكية في حال عدم الانسحاب تقرير محمد الفهد تحتاج الى التحالف الدولي والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ضد رهابي داعش تسبب هذا التصريح بسجال عراقي على المستويين السياسي والفصائلي فالجولة الاخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن كان ينتظر منها حسم ملف الانسحاب الامريكي من البلاد من دون شروط للبقاء هناك اكثر من خمس جلسات استراتيجية بين العراق وامريكا حددت بموجبها ان تكون الاشراف الامريكي فقط اشراف تدريبي واشرافي على الحركات العسكرية لكن الملاحظة على ارض الواقع بان امريكا تدخل بالشيان العراقي وربما تفرض وجودها بالقوة مواقف متوالية من قبل شخصيات عراقية فاعلة واخرى قيادية في الفصائل المناوئة للوجود الامريكي وهذه المرة بسقوف عالية تبدأ من انسحاب اخر جندي امريكي وصولا الى انهاء المسميات الاخرى كالمدربين والمستشارين وحلف الناتو دليل واضع على ان المقاومة تريد ان ترسل رسائل قوية الى الجانب الامريكي وكل عملائه انه ان لم تخرج من العراق سوف تكون هناك عمليات اشد واكثر قسوة على جنود الامريكان ومن يقف معهم زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الاثنين الى واشنطن ولقاؤه الرئيس الامريكي جو بايدن قد تكون كفيلة بحسم الجدل العراقي اما بتحديد موعد الانسحاب الامريكي او بفتح فصل جديد من المواجهة بين واشنطن والفصائل العراقية تزامن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مع استحقاقات عراقية مفصلية وعلى رأسها الانتخابات المبكرة سيجعل النتائج المرتقبة للحوار نقطة البداية اما للاستقرار او التصعيد محمد الفهد بغداد الميادين عنوان بارزان يحددان مسار الجولة الرابعة من المفاوضات العراقية الامريكية في واشنطن اعلان وزير الخارجية حاجة العراق للقوات الامريكية وضرورة التنسيق معها وتأكيد مسشار الامن القومي قاسم الاعراجي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية اجنبية بانتظار ما ستحمله زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم لواشنطن تظهر الوقائع السياسية والامنية ان العراق مقبل على سخونة وتجاذبات تصريحات وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين بشأن حاجة العراق للقوات الامريكية والتنسيق معها وضعت عنوانا للجولة الرابعة من المفاوضات مع الامريكيين عنوان يهدد طوق العراقيين للخلاص من الاحتلال الامريكي ووعود حكومة القادم رئيس الحكومة العراقية الذي يسعى لحجد تأييد داخلي وخارجي قبيل الانتخابات في تشرين الاول اكتوبر المقبل يقف امام اسئلة مصرية تتعلق بمستقبل العراق وسيادته في المقابل قدم مستشار الامن القومي قاسم الاعراجي من واشنطن عنوانا مختلفا حيث يؤكد للامريكيين عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية اجنبية وبعثت قوان سياسية عراقية رئيسية وفصائل مقاومة برسائل حازمة فحواها ان الوجود الامريكية في العراق هو احتلال مرتبط بمصلحة الكيان الاسرائيلي والتجسس على المقاومة ولا علاقة له بمصلحة العراق ذلك كله يأتي في اعقاب تصعيد العمليات ضد القوات الامريكية والتحالف الدولي في العراق ويضع امام القاضم في واشنطن خارطة طريق واضحة لن يبتلعها الامريكيون بالتأكيد كما انها لن تسهل توجهات بعض العراقيين لممالأة واشنطن والاستقواء بها ادارة بايدن التي زرعت مفاهيم الحاجة الى وجودها تتلاعب بما تبقى من داعش للضغط على بغداد الانسحاب من العراق ليس قرارا يقارن بالانسحاب من افغانستان لا استراتيجيا ولا اقتصاديا فابقاء قواعدها وجنودها مصيري لمشروعها في المنطقة وهزيمته في المنظور الاستراتيجي رهن بتوحيد الموقف العراقي وتصعيد المقاومة فما هي الاهداف الحقيقية للامريكيين وكيف سيحاولون تحقيقها وهل السياسيون والعسكريون العراقيون مقتنعون بما يريده الامريكيون وما دور المقاومة في مساعدة الحكومة على اتخاذ موقف يناسب مصلحة العراق الحقيقية اكد الامين العام لكتاب سيد الشهداء في العراق ابو الاء الولاء انه لن يبقى في العراق جندي امريكي او بريطاني او من اي جنسية اخرى وفي بيان له اوضح الولاء ان الكتائب ليست معنية باي وعود تقطعها لجنة تفاوض نيابة عن الامة ما لم تطالب باخراج المحتل وحمل كل من يروج لبقاء المحتل نتائج ما يترتب على ذلك من نسف للدماء والكرامة وهو حذر الاتراك من تجربة المجيء الى العراق سيرا على الاقضام لانهم سيرون كيف ستقطع ارجل صبيانهم على حد تعبيره وطلب منهم سؤال امريكا عن هذا الامر اكد وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين العمل مع الكونغرس لتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون دولار لمساعدة مفوضية الانتخابات العراقية خلال الانتخابات المقبلة بيان الخارجية العراقية قال ان بلينكين اكد لنظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة واشنطن التزام الولايات المتحدة مساعدة العراق وضمان امن الانتخابات وقع لبنان والعراق اتفاقا لتوريد مليوني طن من النفط الثقيل العراقي الى بيروت الاتفاق الذي يعد غير مسبوق سيساهم في حل ازمة انقطاع الكهرباء في لبنان بشكل مرحلي تقرير عباس صبغ اتفاق غير مسبوق بين لبنان والعراق فبغداد قررت توريد مليون طن من النفط الثقيل لبيروت اتفاق وقعه وزير الطاقة اللبناني ريمو غجر مع نظيره العراقي في حضور رئيس الوزراء مصطفى القادمي والمدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرحيم لبنان الغارق في ازمات كثيرة ومستعصية ومنها ازمة انقطاع الكهرباء سيستفيد من شحنات النفط العراقية بعد تبديلها بحاجاته من الغاز اويل وغيره من المشتقات التي يحتاج اليها لتشغيل معامله معامل باتت اليوم شبه متوقفة عن انتاج الطاقة الكهربائية بسبب عدم توفر السيولة في مصر في لبنان لشراء الفيول الاتفاقية اليوم كونها توقعت وصارت سيرية المفعول نحن بنقدر نبدأ من اسبوع الجيز على المليون باللاشنا نحضر للمناقصة لحتى نجيب اول شحنة مستبدلة من النفط العراقي كمية الفيول التي هي 3 مليون تون هي تلت الكمية التي نحن عادة نستعملها بلدنان نحن عادة نحرق حوالي 3 مليون تون من فيول جريد اي فيول جريد بي وغازويل نحن بهالطريقة هادي فينا ناخذ النفط العراقي نستبدل هيدا الفيول بجريد اي أو جريد بي الوزير اللبناني ابدا انفتاح لبنان على اي عرض من اي دولة لاستيراد النفط ضمن شروط توازي الشروط التي وضعتها بغداد وقال في رده على سؤال عن اسباب عدم قبول لبنان العروض الايرانية في مجال الطاقة بان بيروت على استعداد لدراسة اي عرض رسمي نحن ما اجينا ولا عرض نحن مش رايحين لا شرقا ولا غربا نحن بدنا مصلحة الدول اللبنانية والشعب اللبناني في حال اجينا عرض مثل عرض العراق احسن او افضل او مثله احنا اكيد نستجيب يعني بطريقة ايجابية لكن اهمية الانفتاح اللبناني على العراق تكمن في ان بيروت وضعت قدمها على مسار التوجه شرقا بعد عقود من ادارة الظهر لدول شرقية لبناني وقع اتفاقا مع العراق لاستيراد مليون طن من النفط الثقيل لمعالجة ازمة انقطاع الكهرباء اتفاق غير مسبوق بين الدولتين في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من ازمات خانقة بسبب الحصار الخارجي واخفاق الطبقة السياسية في وقف الانهيار المتدحرج عباس صباق بيروت الميادين اكد النايب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله ان هناك اتصالات بين عدد من الكتل النيابية للتفاهم على تكليف رئيس جديد للحكومة وامل ان تبصر الحكومة النورة للقيام بمهمات انقاذية سريعة في ظل الانهيار الحاصل فضل الله اعاد التذكير بالالية لرفع الحصنات عن النواب واشار الى ان الممر الالزامية لرفع الحصانة هو باتباع الدستور وسأل ما اذا كانت هناك وظيفة سياسية جديدة بما يتصل بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت وان الامر مطلوب قبل الانتخابات النيابية لو اقتضل اطاحة بكل الاصول الدستورية فاصل نتابع بعده نشرة الاخبار اهلا بكم من جديد تقدم قوات صنعاء في مديرتيه ناطع ونعمان في البيضاء واصل يمن برغم الغرات المستمرة للتحالف السعودي دفع باحد قادة المجلس الانتقالي الى التحذير من اقتراب قوات صنعاء من محافظة شبوى النفطية جنوب شرق اليمن تحذير يترافق مع تقدم القوات اليمنية باتجاه منطقة الحدف يافع التابعة لمحافظة لحج جنوب البلاد تقرير احمد عبد الرحمن على وقع ارتفاع وطيرة المعارك في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن واقتراب قوات صنعاء من مديرية بيحان في شبوى جنوب شرق البلاد حذر القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا احمد عمر بن فريد من سيطرة قوات صنعاء على محافظة شبوى النفطية تصريحات التي ادلت بها قيادة جنوبية يعكس القلق الامريكي بدرجة اولى وقلق مرتزقتهم سواء التابع للامارات والتابعين للسعودية على اعتبار ان الارتباط الجغرافي ما بين محافظة البيضاء ومحافظة شبوى يعطي الافضلية اليوم للجيش واللجانة الشعبية بعد ان تم السيطرة على مدرية نعمان ومدرية ناطع تقدم قوات صنعاء باتجاه شبوى شرقا يترافق مع تقدمها باتجاه محافظة لحج جنوبا من ناحية مديرية الحديافع شمال المحافظة تقدم يتزامن مع تحذيرات الخارجية الامريكية من تقدم قوات صنعاء في مأرب وصفة اياه بالخطر والوحشي ادارة الامريكية تشعر ان في هاتين المحافظتين اخر ادواتهما ومعاقلهما التي بموجبهما تطيل امد الحرب وتجيد لها حضورا في الاراضي اليمني وبالتالي نحن لا نستغرب حينما نلقى من الادارة المريكية هذا القلق تطورات ميدانية تضاعف حدة الخلافات في صفوف قوات هادي وتعمق الانقسام القائم بين فصائل التحالف السعودي الاماراتية مع اتهام الانتقالي باعتقال خمسة من قادة القتال في آل حميقان بعد عودتهم من عدن ولقائهم قائد القوات السعودية هناك من الزاهر الى ناطع ونعمان مكاسب عسكرية كبيرة للقوات اليمنية في البيضاء حيث لم تكتفي بالسعادة مناطقها التي تراجعت منها بل حررت مناطق جديدة ستفتح الباب للسيطرة على مناطق اخرى في مأرب وشبوة ولا حج أحمد عبد الرحمن صنع الميادين أحرق فلسطينيون بيوتاً أقامها المستوطنون كبؤرة استيطانية قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية الفلسطينيون رشقوا المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجارة فيما اعتدى جنود الاحتلال على المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز وسجلت إصابات بالاختناق في صفوف المتظاهرين ويشار إلى أن المستوطنين سعوا إلى إقامة بؤرة استيطانية مكان نقطة عسكرية مهجورة في المكان شيع الفلسطينيون جثمان شهيد الفتى محمد التميمي في الضفة الغربية وانطلق موكب التشيع من المجمع الطبي في رامالله باتجاه قريته دير نظام شمالاً وكان التميمي قد استشهد من جراء إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غربي رامالله محمد نجمي الشمال محمد نجمي الشمال حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعت الشهيد محمد منير التميمي وفي بيان لها شددت على أن المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي هي دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه واستعداده الدائم للتضحية دفاعاً عن الأرض والمقدسات وتصميمه على السمرار المقاومة بكل أشكالها ورفض الاستسلام أمام الإرهاب الذي يمارسه العدو على خط موازن يواصل 14 أسيراً في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوحة عن الطعام الأسر المعتقلون في السجون النقب ريمون وعوفر وغيرها وغالبيتهم من القدامة الذين قضوا سنوات في سجون الاحتلال ويرفضون تصعيد الاحتلال سياسة الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة تحركات على أكثر من مستوى لحل أزمة خوزستان قائد حرس الثورة في الأهواز والحكومة تؤكد متابعة التفاصيل وفقاً لتوصيات المرشد تقرير أحمد البحراني نائب الرئيس الإيراني يستطلع آثار الجفاف في خوزستان وهنا يلتقي رؤساء العشائر العربية في المحافظة لإيجاد الحلول فأزمة المياه في هذا العام حادة وأن أعرب الرئيس روحاني عن أمله أن تحلى سريعاً المشكلة التي تواجه سكان خوزستان حالياً سببها شح المياه وانخفاض منسوب المياه في السدود مع ارتفاع درجات الحرارة حتى الآن تم تقلص جزء من الأزمة وما زلنا نتابع بجدية كل التفاصيل بحسب توصيات المرشد نأمل أن تخفف زيارة المسؤولين إلى خوزستان من معاناة أهل المحافظة بالنسبة لنا خوزستان وأهلها لهم أهمية خاصة جداً أرضهم خصبة وملئة بالخير وهي حدودية وأهلها مدافعون عن إيران هي محافظة ليست مهمة فقط للإيرانيين بل هي مقدسة هكذا اعتبرها قائد حرس الثورة خلال زيارته لها زيارة تزامنت مع إطلاق أنبوب ضخم بطول أكثر من 500 كم لنقل المياه إلى خوزستان كما وقفنا معهم خلال فيضانات عام 2019 سنقف اليوم معهم أيضاً هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء خوزستان ليست مهمة بالنسبة إلينا فقط بل هي مقدسة أيضاً اليوم جئت إلى خوزستان لمتابعة الأزمة المائية الحالية على نحو جدي في إطار توصيات المرشد وكان المرشد خامناء قد أعلن وقوفه إلى جانب المعترضين ملقياً اللوم على المسؤولين ومحذراً من استغلال الأزمة من قبل أعداء إيران وفق قوله في إشارة إلى الأحداث التي رافقت الاحتجاجات وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدانكين ورجال الأمن أزمة المياه والجفاف في خوزستان تضاف إلى سلسلة أزمات داخلية وخارجية ستواجه الحكومة المقبلة تحديات ستشكل كل منها اختباراً حقيقياً لقوة وقابليات الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أحمد البحراني طهران الميادين كما هنأ رئيس الإيراني المنتخب والسيد إبراهيم رئيسي الرياضية الإيرانية جواد فرغي لحصوله على ميدالية ذهبية هي الأولى لإيران في الأولمبياد بطوكيو رئيس هاتف اللاعب فرغي آملاً من الوفد الرياضي الإيراني تحقيق المزيد من الإنجازات وكان جواد فرغي قد حصل على أول ذهبية لبلاده في رياضة الرماية بعد فوزه على لاعب صربي وآخر صيني في أول ظهور له في دورة الألعاب الأولمبية ليمنح دولته إيران أول ذهبية في تاريخها في مصابقة الرماية بعد المصارعة ورفع الأثقل واصل قائد شرطة دبي الصابق ضاحي خلفان تغريداته التي أثارت جملة من ردود الفعل السعودية حيث قال أن المواقف القطرية أثبتت أنها داعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي وكانت تغريدات خلفان قد أعادت إلى السطح الخلافة بين السعودية وحليفتها التقليدية لإمارات فماذا في خلفيات هذا السجال؟ خالد الخليل فجر قائد شرطة دبي الصابق ضاحي خلفان من جديد الخلافة لإمارات السعودي المتعمق بعد خروجه إلى العلن لأول مرة بسبب خلاف حول زيادة إنتاج النفط عدة تغريدات لقائد شرطة دبي الصابق ضاحي خلفان عبر تويتر أثارت جدلا واسعا رواد التواصل الاجتماعي وصف حديثه بأنه سقوط للأقنعة وإن هناك تواصلا إماراتيا حوثيا بدليل عدم تعرض الإمارات لأي استهداف منهم طيلة ست سنوات حسب قولهم أبوظبي تحاول تأكيد سياستها الخارجية المستقلة والخروج من تحت الجناح السعودي وما الاقتتال في اليمن بين حزبها الأساسي المجلس الانتقالي وبين قوات هذه المدعومة السعوديا سوى ترجمة واقعية لتلك الخلافات على الأرض أما في العلاقات الشخصية التي جمعت المحمدين ابن سلمان وابن زايد فقد تراجعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن رغم أن ابن سلمان وابن زايد حاولا رسم صورة مختلفة في لقائهما لأخير قبل أيام صورة توحي بالبعد عن الخلافات وبأنها تجمع ولا تفرق تقريدة المسؤول الإمارات السابق لم تثر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي فحسب بل أعادت تسليط الضوء على المسارين المتباينين للحليفين التقليديين الوثيقين في العديد من الملفات فقضية أوبيك بلاس ليست سوى المشكلة الأبرز التي فجرت الصراع أما خلفيات ذلك فتطال حسابات جيوسياسية أوسع بالإضافة إلى تنافس إقليمي متصاعد بين البلدين إذن سلسلة تطورات تنظر بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات العضوين الجارين في مجلس التعاون الخالجي والتي بدأت على الشكل التالي وقف السعودية للرحلات من الإمارات وإليها فيما ردت الإمارات على الخطوة السعودية بإعلان شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية أكد الرئيس التونسي قيس السعيد أن الدولة التونسية دولة واحدة ولا مجال للمنافسة فيها وأشدد على ضرورة احترام قانون الدولة للحفاظ على صحة المواطن أريد أن أقوله على روس المنى لسنا في مجال المبارزة أو في مجال المنافسة نحن دولة واحدة دولة واحدة دولة واحدة ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة القرار أو القانون هو قانون الدولة وليس قانون وزير الصحة العمومية أو قانون وزارة الداخلية دولة واحدة سعيد قال أن الوضع الصحي في تونس تدهور نتيجة دخول اللوبيات وأفسادها الإجراءات الصحية كثرة الأخطاء في المدة الأخيرة وكثرة للأسف التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات وأعي جيدا ما أقول لإفساد جملة من الإجراءات الوضع الصحي في تونس وضع كارثي فاصل ولا نعوده أهلا بكم من جديد نظم ناشطون بريطانيون وقفة احتجاجية في وسط لندن رفضا لتدخل الأمريكي في كوبا والحصار عليها المتظاهرون رفعوا الأعلام الكوبية ورددوا هتافات ضد الحصار الأمريكي كما طالبوا أيضا بالتوقف عن التدخل في شؤون دولة اشتراكية أثبتت نجاحها في مختلف المجالات ولسيما التعليمية والطبية نتظاهر احتجاجا على الحصار الأمريكي ضد كوبا ولنطالب بوقف المحاولات الأمريكية المتكررة للإطاحة بالحكومة الكوبية التي تمثل شعبها بريطانيا والولايات المتحدة تريدان التخلص من نظام اشتراكي ناجح نحن هنا رفضا للتدخلات الأمريكية في الشؤون الكوبية الولايات المتحدة تستخدم كافة الوسائل التجارية والمالية من أجل نشر المجاعة والبطالة في كوبا لأنها تخشى من نجاح الاشتراكية هناك فرضت الصين عقوبات على سبعة كيانات وأفراد أمريكيين بينهم وزير التجارة السابق ويلبروس ردا على التحذير الأمريكي بشأن الحريات في هونغ كونغ الخارجية الصينية رأت أن الخطوة الأمريكية ترمي إلى تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبررة لها كما رأت أنها تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي قالت أن واشنطن لن تتأثر بهذه العقوبات وأضافت أن هذه الإجراءات لن توقف الولايات المتحدة عن ممارسة سياسة العقوبات لقد علمنا أن جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات على بعض الأفراد والشركات بما في ذلك موظف سابق في الإدارة السابقة هذه الإجراءات لن توقفنا ونحن مصممون على ممارسة سياسة العقوبات لدينا بشكل عام الأمريكيون من كل الحزبين يعارضون إجراءات بكين ومحاولاتها تهديد منظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا هي تظهر فقط عزلتها في العالم برغم قرار الاتحاد الدولي لرياضة الجودو إقاف اللاعب الجزائري فتح نورين ومدربه بعد رفضه مواجهة محتملة مع لاعب إسرائيلي قبل انطلاق البطولة في أولمبيادي توكيو تمسك اللاعب الجزائري بموقفه وقال في تصريح لقناة الجزائرية إن القضية الفلسطينية مقدسة وأكبر من هذه الأمور كلها نحن قضية فلسطينية قضية مقدسة وإن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله ما يتحش في هذا الكه رب إن شاء الله ينصرنا ومنطحوش في هذا المستوي يعني بما يتحش ما يرحش الوحد تعبو أكذاك وليما لا رب يوفق شاء الله كل واحد تحتضن العاصمة الأردنية عمان أعمالا فنية لفنانين تشكريين فلسطينيين من قطاع غزة في معرض حكاية كمحاولة لدعم سكان القطاع المحاصر تقرير لنا شهيد غزة المحاصرة المكلومة تحضر في عمان حيث تتجسد آلامها وأمالها في لوحات رسمتها ريشة فنان الهدف طبعا دعم لغزة وظروف اللي ما رأوا فيها الفكرة اللي كمان التانية الأساسية هي إظهار مواهب أهل غزة وفنانين غزة طبعا نعرف كلنا إنه قديش فيه مواهب بغزة ومنعتز بهذا الإشي وحبينا نظهر المواهب من خلال هذا المعرض والريع كله رح يرجع لأهل غزة وفنانين غزة وراء كل لوحة حكاية فهنا تولد غزة من رحم المعاناة والدمار لتقول للدنيا إنها لا تعرف اليأس وإنها ستنهض لتكسر عنها الحصار أحاول أن أعيد إعمار غزة من خلال لوحات الفنية بعد ما فشلت كتير حكومات وكتير منظمات تعيد الشكل الجميل لغزة طبعا غزة كانت من نسبة لي عبارة عن كتر رمادية أنا عايش في البحر مهم جدا أنه أعكس تجربتي مع البحر ومع الحياة من خلال لوحاتي الفنية بمعنى أنه اللون الأزرق اللي عم بشتغله في لوحاتي هو صراع ما بين الحياة والموت هو الحياة بحاذ ذاتها طبعا أنا كتير محظوظة اليوم أنه موجود في عمان من خلال هذا المعرض طبعا من نسبة لنا غزة تجربة السفر من نسبة لنا وصولنا لعمان هي تجربة صعبة واستثنائية كنت محظوظة الي أنا استطعت أن أحضر نيابة عن خمس فنين في غزة طبعا الخمس فنين هم موجودين بعملهم الفنية والفن هو الوسائل الوحيدة لليوم اللي احنا منقدر نحارف فيها لان شهين عمان آل ما يدين واحد في المائة فاصل أربعة فقط من الأفارقة طلقوا لقاح كورونا مقابل أكثر من ثلاثة وخمسين في المائة من الأمريكيين والأوروبيين أرقام تكشف جانبا من انقسام العالم عامديا وأفقيا واتساع الفجوة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وقبل ذلك كله بين أغنياء العالم وفقرائه تقرير حسن شرارة لم يكن مفاجئا ما أشارت إليه صحيفة لوموند الفرنسية بقدر ما هو دخول مفصل في عالم تفاوت الأرقام والعدالة فإضاءتها على أكثر من مليار أفريقي يسكنون القارة السمراء تقط عدد المصابين بينهم بفيروس كورونا الستة مليون إصابة تطرح سؤالا بارزا لماذا يقتصر عدد الملقحين هناك على أقل من واحد ونصف في المئة من عدد السكان مع بداية انتشار الوباء أطلقت آلية كوفاكس التي خصصت للتوزيع العادل للقاحات حول العالم مركزة على الدول الفقيرة كان الهدف إيصال ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة إلى تلك الدول خلال العام الحالي ولكن ما ظهر خلال الأشهر الماضية ترجم خللا في التوزيع العادل للقاحات إلى حد وصفه بالفشل الأخلاقي الكارثي على لسان رئيس منظمة الصحة العالمية بنظرة سريعة إلى خارطة توزيع اللقاحات حول العالم من أعداد صحيفة بلومبرغ يظهر التفاوت الشاسع بين علمي الشمال والجنوب وحتى الشرق والغرب تفاوت تفصل بينه سلطة الغني وعجز الفقير هي هيمنة للعالم الغني على اللقاحات إنتاجا وتوزيعا وتسويقا تكشف فدحة الاستغلال القائم إن بحجوزات تخطت عدد السكان بأضعاف أو عبر أحاديث عن جرعات إضافية مقوية أو بتوسعة مظلة متلقي اللقاح وصولا إلى الأطفال فيما تعاني الدول الفقيرة بشيبها وشبابها ربما هي أنانية اللقاحات لكن الأكثر فداحة يكمن في الغايات السياسية إذ تحضر هنا إلى جانب الدول الفقيرة كل من الصين التي ما زالت برغم جهودها تواجه الجائحة وأصابعتها من لحقتها مرارا إضافة إلى إيران وكوبا التي أنتجتا لقاحات برغم الحصار وتواجهان حملة دعائية ممنهجة وهو ما لا ينفصل عن حال روسيا ولقاحها سبوتنك ختاما إلى العنوين جاء في هذه الاتفاقية نصر اتفاقية بأنه يكون في المستقبل هناك نظام جديد إسلامي المتحدث باسم حركة طالبان للميادين الولايات المتحدة وافقت على قيام نظام إسلامي في أفغانستان والحكومة تطالب الحركة بوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات طهران تؤكد جاهزيتها للمشاركة في مباحثات متعددة الأطراف بمشاركة واشنطن ورعاية الأمم المتحدة لتسهيل حل الأزمة الأفغانية جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد وسط سجال متصاعد بشأن مصير القوات الأمريكية في العراق مليون طن من النفط العراقي إلى لبنان الأسبوع المقبل مع ارتفاع وطيرة المعارك في محافظة البيضاء باليمن قيادي في المجلس الانتقالي يحذر من اقتراب الجيش واللجان من محافظة شبوى النفطية وقفة احتجاجية في لندن رفضا لتدخل الأمريكي في كوبا والحصار عليها لمزيدا من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net للغاية العربية والانجليزية والإسبانية دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة